موسيقى السلام عليكم ورحمة الله كيف حالكم ورحمة الله بمناسبة اقتراب العام لدراس الجديد اليوم سنتحدث عن اهم القرارات التي صرح بها وزير التربية والتعليم سنتحدث عن المرحلة الابتدائية سنرى الأيام التي تحضرها كيف سنتحدث عن اهم الحاجات التي تستطيع الوضع سنتحدث عن التعليم سنتحدث عن ايام الحضور الخاصة بالكيجي لياض الأطفال سيتم تحديد الجدول من نهاية حسب المدرسة ولكن سيقوم بإذن الله سيقوم بارد 4 ايام في الأسبوع لكن هذه الأربعة ايام هتحدث بها بناء على كل المدرسة على حدر يعني هذا الكلام سبتة حد 2-3 يمكن في المدرسة حد 2-3-4 لكن المهم من الكيجي واولة وتانية والصف الثلاثة الابتدائي دول هيروحوا أربع أيام في الأسبوع ده الكلام ده في المدرسة اللي هي فترة واحدة طبعا لو مدرسة فترتين هيروحوا كيجي واولة وتانية وتالت ابتدائي تلات أيام في الأسبوع طيب هيعتمدوا على إيه بقى في النزام التدريس بتاعهم الاعتماد على معلم الفصل اعتماد كله في الأربعة أيام وبعد كده فيه عندنا القنوات التعليمية بالنسبة للصفوف اللي هي من أول الرابع والخامس والسادس لكن بالنسبة للكيجي والأولة وتانية وتالت ابتدائي هيعتمد على معلم الفصل لتدريس الملح الجديد بتاعهم اللي هو متعدد التخصصات وبالنسبة للإنجلش اللي هو ملحة connect أو connect plus كده بالنسبة لغة الثالث صفوف الأوانية أولة وتانية وتالتة والكيجي طب بالنسبة للصف الرابع والخامس والسادس هيروحوا بقى يومين بس في الأسبوع الصف الرابع والخامس والسادس برضو هيتم تعديد اليومين دول على حسب كل مدرسة سابتو خميس ثلاث وربع اتنين واربع على حسب كل مدرسة بس هيروحوا يومين بس في الأسبوع لكن دي في المدالس اللي هي فترة واحدة طب المدالس اللي هي فترتين هيروحوا تلات أيام في الأسبوع للصف الرابع والخامس والسادس طيب هيعتمد بقى في الدرس ليتم على بقية الأيام هيعتمد على القنوات التعليمية اللي هي في التلفزيون أو في التلفزيون وفيه عندنا بعض وسائل المساعدة لو حد ما بعد بخلص البرنامج التعليمية عايز يعيد دروس تانية في عندنا منصة اللي هي البس المباشر ان انتو مفروض ان انتو بتشحنوا بيها على ان انتو تخدوا عليها وفي عندنا منصة قدمودو اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت وفيه اللي هي استادي اي بي كي بي اللي هو بنك المعرفة دي وسائل مساعدة مع القنوات التعليمية بالنسبة للصفوف الرابع والخامس والساس كده خلصنا مرحلة تدقية هنخش بقى على المرحلة الاعدادية المرحلة الاعدادية عندنا يومين بس اسبوعيا الصف الاول الاعدادي والثاني الاعدادي والثالث الاعدادي هيروحوا يومين اسبوعيا برضو هيتم تعديد الجدول النهائي حسب المدرسة المدير المدرسة هو اللي هيحدد اليومين بتوع الصف الاول الاعدادي اليومين بتوع الصف الثاني الاعدادي اليومين بتوع الصف الثالث الاعدادي بس هيروحوا يومين بس في الاسبوع طيب هيدرسوا ازاي المنهج بتاحهم بقية الاسبوع برضو عندنا القنوات التعليمية اللي في التلفزيون هيتفرج عليها الطالب طب لو عايز حاجات تانية مساعدة لي وسائل مساعدة تانية في عندنا المنصة الإلكترونية اللي هي study.ekb لو بنك المعرفة في منصة أودمودو اللي هم كانوا موجودين عليها السنة اللي فاتت في عندنا حصة إضافية لو أنا بقى عايز أدخل على النت وأشوف بس مباشر على منصات مدرسين معينين في بقى حاجة اسمها مكتبة الدروس الإلكترونية دي لسه الدولة بتعملها ومكتبة الكتب الإلكترونية بيبقى في عندنا كتب زي كتب الوزارة بالزبط بس موجودة على النت بدل ما تبقى ورقية هتبقى على إلكترونية على النت وفي عندنا اسأل معلم ده برضو لو طالب مواجهه أي أسئلة صعبة هتبقى برضو عن طريق النت بيدخل على الموقع ده ويسأل المستر الحاجة اللي هي عاوزها بس ده من خلال برضو النت ده كده بالنسبة لمرحلة الصفوف السلاسة الإعدادية كده خلصنا ابتدائية والإعدادية من نتجه بقى للصفوف السانوية أيام المراحل المحالة السانوية الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي والثالث الثانوي برضو كل المرحلة بينهم هتروح يومين بس في الأسبوع وبردو هيتم تحديد الجدول النهائي للطالب حسب كل مدرسة مختلف اليومين عن المدرسة الأخرى حسب رؤية مدير المدرسة طيب بالنسبة للصفوفي عندهم مجال أوسع شوية في المذاكرة بقية أيام الأسبوع وهم يومين نروح فيهم المدرسة بقية الايام بقى هنذكر ازاي او هنعتمد ازاي عيننا في الاسسكار عندنا الوسيلة الاساسية بتاعتنا اللي هو عندهم على التاب اللي هو نظام المنصة دي كنت ضخوه هما السلام إيطانة على التاب موجودة عندهم فدي او دي حاجة الاساسية اللي هيعتمدوا عليها في عندنا بقى القنوات التعليمية الموجودة برضو في تليبيجين في عندنا بنك المعرفة في عندنا مكتبة الكتب الإلكترونية هما بيعملوا دلوقتي حاليا للوزارة شغالة فيها اللي هي الـ e-books البث المباشر. دي موجودة برضو حاليا. اللي هو ان ندخل على المنصة. وخش على اي المادة انا عايزاها على النت ويبدأ المدارس يشرح لي على النت. في عندنا مكتبة دولارة. ليسه الوزارة بتشتغل فيها. في عندنا اسأل معلم. دي برضو منصة برضو موجودة على النت. برضو تخش عليها. وهن من خلالها تقدر ان تسأل بتاعك في اي حاجة وفق قدامك. في عندنا اي كي بي. دي موجودة من سنة لفاتة المنصة الالكترونية لبنك المعرفة موجودة عندهم على التاب. وفي منصة دمود ودي برضو موجودة عندهم السافات على التاب. يدار برضو اللي هم يخشوا عليها ويشوفوا الدرسة عندهم بيتشرح ازاي. طيب في عندنا بقى بعد ابرز النقط اللي قال عليها الوزير بالنسبة للسنوي. هنستعرضها مع بعض. هنشوفها كده مع بعض ايه ابرز النقط اللي قال عليها. اول نقطة عندنا ان الدراسة ان شاء الله هتبدأ من اول السنوات كلها لغاية السنوي. يوم سبعتاشر اكتوبر ان شاء الله بازن الله. بالنسبة للمدارس الحكومية والخاصة. اه بالنسبة للمدارس انترناشون هتبدأ يوم خمسشار تسعة. تاني حاجة اه السنوية العامة القديمة خلاص انتهت. لا يوجد عنصر بشري في السنوية العامة الجديدة. يعني كله هيمتحن على التاب. اولى سنوي والتانية سنوي وتالتة سنوي. مفيش بقى هنا المدارسين هم اللي يحطوا الامتحانات. في عندنا مبدأ تكافق الفرص ده في النظام الجديد. مفيش غش. ليه بقى مفيش غش? لان هو هيقسم الامتحان عن طريق اربع مجموعات. هو تكون هناك اربع نمازج مختلفة وتسوية الصعوبة. يعني فيه متوسط الصعوبة وضعيف نص ونص وفيه متفوق جدا. ده المستويات دي هيتقسم على اربع مجموعات بحيس ان يبقى قاعد الطالب في اللجنة بتاعته على التاب بتاعه مختلف عن زميل الاعد جنبه امتحان بتاعه مختلف عنه. والتصحيح هيكون الكتروني. يعني مش المدارس هو اللي هيصح. الكمبيوتر هو اللي هيصحها. فكده هي بيكون بيه حاجة اسمها مفيش غش مفيش تسريب الامتحان لانه كله هيكون موجود على التاب. النظام بقى الجديد السنوية عامة ده بيقول لي ممكن انا احسن الدرجات بتاعتي في اي مادة انا اعايزها من خلال ان انا اعيد تاني الامتحان في شهر اغسطس. الامتحان هيكون في شهر يوليو اللي هو شهر سبعة. اي حد بقى الدرجة بتاعته بعد ما ياخدها او يعرفها عايز يحسن في اي مادة يبدأ الامتحان تاني في شهر اغسطس. فالسيد السنوية العامة كلها تكون اختيار من متعدد يعني كلها اختيارات مفيش فيها كتابة فيش اسئلة مقالية. اه بعد كده بيقول لي مفيش هناك اي الغاء لاخذ الغياب. يعني لازم هيتخذ الغياب في حضور في ايام المحددة لكل مرحلة. هيتخذ غياب. في اعمال سلب بالنسبة الابتدائي. والاعدادي. الاول والتاني اعدادي. بعد كده بيقول لي بقى نظام تطبيق المعلم ده. ان هو هيتم الرد عليه من قبل المعلمية اللي حيقولنا عليه من شوية. الموجودة على النت. امتحان السنوية العامة قلنا الكتروني. وهيكون التصحيح برضو الكتروني. هيكون ما فيش اي تظلمات لان ما فيش اصلا كنترول. لان ما فيش عنص البشري يخش في العملية التعليمية. كده احنا غطينا مع بعد اهم النقطة التي تتكلم عليها الوزير. بالنسبة للعام الدراس الجديد. كل سنة وانتوا طيبين. ويا رب يكون ان شاء الله بازن الله عام سعيد عليكم وعلينا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.